بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا لكم أعزائي ومع الجزء الثالث من الدرس الخامس وهو من أهم الدروس وهو درس التحليل والتحليل طرق متعددة نأخذ منها أولا التحليل بأخذ العامل المشترك ويتضخص هذه الطريقة في أننا نأخذ من الأعداد والرموز القواسم المشترقة فإذا نظرنا مثلا للأعداد نجد أن هنا 2 و8 و6 فالقاسم المشترك بينها هو الاثنين وبالنسبة للرموز نأخذ الرمز ذو الأس الأقل فهنا مثلا X تكعيب وهنا X تربيع وهنا X نأخذ X1 فهي أقلها في الدرجة وكذلك بالنسبة Y أقلها في الدرجة هي Y1 ثم نبدأ في قسمة هذه الحدود الجبرية حدا حدا على هذا القاسم المشترك فالحد الأول 2 على 2 فيها الواحد لا تكتب X تكعيب على X نطرح الأسس فهي X تربيع وY على Y فيها الواحد ناقص الحد الثاني 8 على 2 فيها 4 X تربيع على X فيها X Y تربيع على Y فيها Y ناقص 6 على 2 فيها 3 X على X فيها الواحد وY تكعيب على Y فيها Y تربيع بالنسبة للمثال الثاني نجد أن القوس 3X ناقص 2 متكرر في الحدين الجبريين فنأخذه عامل مشترك 3X ناقص 2 فإذا قسمنا الحد الأول عليه تبقى عندنا 2X وإذا قسمنا الحد الثاني تبقى سالب 7 فيمكن أن يكون أيضاً العامل أو القاسم المشترك هو عبارة عن قوس لا يشترك أن يكون عدد أو رموز قد يكون قوساً كبيراً أيضاً الطريقة الثانية هي التحليل بتقسيم الحدود الجبرية إلى مجموعات أحياناً أحبتي لا يوجد قواسم مشتركة بين كل الحدود فيمكننا أن نجمع بعض الحدود مع بعضها ونأخذ منها قاسماً مشتركاً وهذه إحدى طرق التحليل فمثلاً لو أخذنا أول حدين نجد أن فيهما X وفيهما أعداد قد نأخذ منها عامل مشترك كذلك آخر حدين نجد أن هذا فيه أربعة وهذا فيه ثمانية يمكن أن نأخذ منهما عامل مشترك ففي القوس الأول 3X تربيع ناقص 6 والقوس الثاني 4X ناقص ثمانية من القوس الأول نأخذ ثلاث عامل مشترك وX زاد أقل لأس وهي X أس واحد عامل مشترك ونقسم 3X تربيع على 3X فيها X و6X على 3X فيها الاثنين ولو أخذنا من القوس الثاني أربعة عامل مشترك هنا ثمانية وأربعة يقبل القسم على أربعة نأخذ أربعة عامل مشترك فأربعة X على أربعة يتبقى X وثمانية على أربعة فيها الاثنين نجد أحبتي أن القوس X ناقص اثنين تقرر في كلا الحدين الجبريين ولذا نأخذه أيضا عامل مشتركا فيتبقى من الجزء الأول 3X ومن الجزء الثاني أربعة المثال الثاني WY وWZ واضح أن في هذين الحدين W مشترك وفي الحد الثاني 2X مشترك 2X و2Z فلو أخذنا هذين الحدين الأولين في قوس والحد الثالث والربع في قوس وأخذنا أيضا سالب عامل مشتركا فيمكن التحديد كالآتي نأخذ W وعامل مشترك من القوس فيتبقى Y من هنا وهنا يتبقى Z ونأخذ من القوس الثاني 2X فهي موجودة في الحدين فيتبقى هنا Y وتبقى هنا Z نجد أحبتي الآن أن Y زائد Z هذا القوس ومتكرر في الحدين فيمكن أن نأخذه عامل مشترك مرة أخرى ويتبقى عندنا من الحد الأول W ومن الحد الثاني سالب 2X